السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة شهريات صحية موضوعنا اليوم حول مانع الحامل فارماتيكس كابسولات مهبلية فهد فارماتيكس اللي كتشوفو هنا فهدو كابسولات كيدداروا عن طريق المهبل باش تمنع المرأة الحامل كل كابسولة فيها 18.9 ميلي جرام من المادة الفعالة اللي كتشوفو هنا فوق الدواء وغد نخليها لكم كذلك في صندوق الوصف فارماتيكس هو مانع الحامل اللي كيحتوي على مبيد الماني وهي واحد المادة كيميائية اللي كتدمر هدوك الحيوانات المانوية فهدو كتستعملو لمرأة باش تمنع به الحامل هدو را ما كيتخدش بشكل يومي نهائيا هدو فقط كيتخد قبل العلاقة بعشرة دقيق فالطريقة دياله الصحيحة الاستعمال هدو فارماتيكس أنه كيتم الإدخال الكابسولة في المهبل بالعمق قبل كل علاقة جنسية بعشرة دقيق والمدة الحماية دياله هدو فارماتيكس كتبقى ربعات السويع فقط يعني ربعات السويع المدة ديالها هو ربعات السويع وتتمشي الفعالية ديالها كذلك نصيحة أخرى أنه الماو الصابون هنا كنقول الماو الصابون كي يقدرنا على المادة الفعالية ديالها دماني الحمل الموضعي وبالتالي يجب يعني يتيخصكم ما تنطفوش يعني الأعضاء التناسلية ديالكم بالصابون هنا يا كله ساعتين قبل وساعتين بعد العلاقة الجنسية تنقول لكم الماو الصابون ما خشكم ستستعملوه قبل العلاقة بساعتين وبعد العلاقة بساعتين باش هكذا هذيك المادة الفعالة ما يقضيش عليها الصابون يمكن لكم أنكم تستعملو الما بوحدو والصابون ديك ساعتين لغا تستعملو حتى هتفوت هذيك ساعتين للمغانا وديك الساعة مشي مشكل إلي استعملته حاجة أخرى اللي كتقدر على المادة الفعالة واللي كتخصر أو اللي كتخصر هذي فارماتيكس هو الأدوية الأخرى المهبلية فكانين الكابسولات الأخرين اللي كنعجوا به مثلا الحكاة والطفاليات ما خصناش نستعملوهم مع فارماتيكس حيث غا تقديرنا على الفعالية دي لها وبالتالي يعني ما غادش يخدمو مزيلا هذي فارماتيكس كيف قلت لكم ممكن لأي مرة أنها تستعمل يعني تستعملها طريقة الأخذ يعني راها وريدكم طريقة للأخذ وحتى يعني هذك العيالات اللي تينسوا يعني ما أخذوش الأقرص يلهم في الوقت يمكن أنهم يستعملوهم العيالات ياخذوا يعني الأقرص دي المال ger الحامل بوحد شكلين من أخر يستعملوهم العيالات اللي تيدرهم مواليع الحامل في المعدة يلهم تاوهم يعني يمكن يستعملوهم هذا فرمازيكس ما كتستعملش بشكل يومي نهائيا إنما كتستعمل فقط من اللي غادي تكون علاقة جنسية فقط هنا فين كتستعمل كتستعمل قبل بعشرة دقيق هاد الشيء في ما يخص يعني هاد ما ليه الحم وهذا والمادة الفعالة دياله والمكونات الأخرى أنا غادي نخليهم اللي يكون في صندوق الوصف واللي عندها شي سؤال تخليه ليه في الكومنتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة